أنا عارفة كمان إن حضرتك مهتم جدا جدا بالمسرح ويمكن المسرح كمان أثر على السينما شوية والدراما إيه خبار المسرح مع حضرتك؟ المسرح أنا فعلا عندي اهتمام بالمسرح جدا اللي بيشتغل المسرح يحبه قوي لأن المسرح ده يعني عالم خاص عالم جميل جدا الإنسان فيه بيحس بقدي إيه هو مع الجمهور بشكل مباشر ورد الفعل يعني أنت بتعملي أكشن وبتلاقي الريأكشن بتاعك مع الناس سواء أنت بتعملي تراجدي بتلاقي فيه استحسان كوميدي فالناس بتضحك وتبقى مبسوطة حقيقة المسرح ده الدنيا جميلة جدا ممكن نشوفك في تجربة مسرح مصر قريب؟ يعني تجربة شبهها؟ الحقيقة عملتها فعلا بس الظروف اللي كانت مع أشرف سعادته جدا للانتشار وهي وجود قناة تهتم دا عمل الموضوع يعني أنا عمل فعلا عندي فرقة اسمها تياترو ومستني القناة اللي هتبقى بتساعدني فاسميه تياترو كذا تياترو القناة يعني أنا عمل فعلا ثلاث مصرحيات أو أربع مصرحيات الشباب بردو يا فندم؟ الشباب بس كلهم في اسكندرية أنا حبيت اسكندرية جدا فارك اسكندروني أصلا؟ لا خالص بس أنا عملت التجربة دي في اسكندرية لأن اسكندرية مليانة مواهب شباب وشبات وناس على أعلى مستوى من المواهب واللي عندي كوميديانات فوق الخيال يعني ولاد عندي أنا مكتشفهم وبنات على أعلى مستوى بس لسه الظروف ما جاتش إن احنا ننتشر لأن ما فيش قناة متبنية الفرقة دي حضراتك شايف إن أحلى حاجة يكون الجيل القديم والجيل الجديد بيكمل بعض يعني الاتنين يكونوا موجودين زي تجربة مصرح مصرح حضراتك إيه رأيك فيها؟ ما هو طبعا اللولة وجود أشرف مع الفرقة ما كانش الفرقة بقى لها كيان معينة فلازم وجود واحد خبرة كده ويبقى في وجودي فيه الشباب ويوقف معهم ويبقى كده أنا عامل ده فعلا أنا بمثل هناك وأنا المخرج وأنا المونتج فوجودي بين الشباب هناك الحمد لله عامل شكل كويس أكيد بيردي ثقة للموضوع أكيد